تشهد دار الأوبرا المصرية أقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فعاليات المهرجان الصيفية الذي تنظمه الأوبرا على مسارحها المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهورة يتضمن برنامج الحفلة مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة والتي قدمتها الفرق الغنائية المميزة وسط أجواء من الرقي والجمال تواصل دار الأوبرا المصرية فعاليات مهرجانها الصيفية حيث أقيم حفل لفرقة عز الناس على المصرح المكشوف وقدمت الفرقة مجموعة من أبرز أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور فرقة عز الناس هي اسمها على مسمى هي كل اللي فيها مجموعة من الأصدقاء جمعهم الفن والإدعاء والفن الراقي جداً يعني وبتشمل عدة ألوان فنية وموسيقية متنوعة ومختلفة وجميلة والحمد لله لقيت رواج كبير جداً فترة أخيرة ومشاء الله يعني بدأنا للوقت الحمد لله يبقى لنا يعني جمهور كبير جداً بنتظرنا كل حفلة فرقة عز الناس فرقة ابتدت من حوالي 28 سنة 25-28 سنة ابتدت كنا طلبة في كلية الحقوق جماعة عن شمس ودكتور ساميح عبد العزيز أس الفرقة وبعدين روحنا نادي حورس وبعد كده منظمة الشباب وبطلنا شوية أنا عن نفسي بطلت 25 سنة وبعدين رجعت تاني أسسنا الفرقة ودكتور ماجد سرور قاضي الفرقة ودلوقتي بنقدم أغاني قديمة لحد ما بس أغاني تراثية تضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة حيث تقدم فرقة أعز الناس ألواناً غنائية منوعة تواكب الغصر في التوزيع الموسيقي على الآلات الموسيقية المختلفة إحنا في العموم في الفرقة ما بنعملش أغاني في حكمة معينة يعني ما بنعملش أغاني قديمة ولا جديدة إحنا بناخد الحاجات اللي في النص دي وبرد في القديم موجود وجديد موجود ففي المجمل كله إحنا ما بنعملش حاجة في حكمة واحدة لا أغاني قديمة ماشي أغاني جديدة ماشي هتلاقي كل الحاجات موجودة يعني الفرقة عمتاً إحنا متجمعين إحنا كنا نعرف بعض من فترة كبيرة جداً من أكتر من 20 سنة حتى اسم أعز الناس جاي من المعزة اللي مابيننا كأصدقاء فكنا من سنين قوي أصحاب الجمعة وكنا مع بعض وكده وبعدين قطعنا فترة من الزمن وتجمعنا التاني من حوالي سنتين ابتدينا نجمع بعضه وابتدينا يبقى عندنا هدف واحد إن إحنا نقدم فن جميل وحاجة كويسة جداً تبسط الناس وكده ومن ضمن حفلاتنا الدعوة الكريمة من دار الأوبرا النهاردة إن إحنا نشارك في المرجان الصيفي على المسرح المكشوف فإحنا لبنا الدعوة وإن شاء الله بإذن الله تستمتعوا النهاردة بإذن الله مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء يضم العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التي تسم في زيادة الوعي المجتمعي وبناء الإنسان وتقام الفعاليات حتى العشر من أصص القادم بمصارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية وضمنهور أحمد الحسيني التلفزيون المصري